السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا كنتم تزوروا قناة وصفات أمينة الأول مرة كتمنى منكم تشاركوا في القناة بالتغطى للزيل الأحمر ما تنساوا تفعلوا الجرس باش تواصلوا كل ما هو جديد كتمنى منكم تدعموني بلايت باش تجعوني نقدم مزيد من الفيديوهات إلا عجبكم شي الفيديو كتمنى منكم تشاركوا مع الأصدقاء ديالكم باش تعمل الفائدة مرحبا بكم أحبائي اليوم فاتح القابل نقدم لكم وصفك زيد في الوزن ثم تسمى الجزء بشكل السريع بنسبة المكونات دياله الوزفه غاذه تحتاجوا الحموص محمص مكمو مطحون هتحتاجوا السمسم طبوة يكون محمص و مطحون وفي المكون الثالث الثالث غاد you تحتاجو الحلبة تكون محمصة و مطحونة إلا ابغيتوا ما تبقاش الريحة دياله الثالي الحلبة فهذا الوصفه غلاها في اي وصفة في هالمكونات ديال الحلبة اضيفة نبيينjas صغيرة من الثعثرة ل virtual paradise بلنسبة المق prosecut ه этот الوصفه يمكنكم تصاوبوا منها كمية كبيرة حسب الامكانيات سوف نعطيكم مثال مثلا إذا خذتم 100 جرام الحمص ستأخذ 100 جرام من الزنجلان والحلبة ستأخذ غير نصف الكمية فقط 50 جرام فهي كافية بالنسبة للزعتر إذا استعملتم كمية كبيرة من المكونات الحمص ستضيف معلقة صغيرة من البودرة لزعتر أما إذا استعملتم كمية صغيرة من المكونات ستستعمل غير نصف ملعقة صغيرة من الزعتر بودرة بالنسبة لطريقة التحضير غادي تاخدوا الحمص ومن بعد ما غادي آآ تنظفوا غادي اتحمسوا وطحنون نفس الشيء بالنسبع الزجلا او السنسم حتوايا غادي تنظفوا مزيان تحيضوا منه الشوائب وتحمسوا وتطحنوا مئة قرام مئة قرام الحلبة حتاية غادي تنظفها وتقوموا وتحميصها وغادي تطحنواها الكمية لقيت لكم خمسين قرام نصف الكمية فقط لل المكونات الغرين من بعد ما غادي تطحنوا هذة المكونات كلهم غادي تخلطوهم وتوضعوهم في هذا العلبة وتخليوها للإستعمال اليومي من الأحسن تكون هاد العلبة هذي دي لزاج وتكون محكمة الإغلاق بالنسبة لطريقة الاستعمال غادي تتبدأو تاخدو من هاد الوصفة ولوج مرات في اليوم مرة مع وجبة الإفطار مع القاكبيرة من هاد الوصفة تخلطوها مع كأس من الحليب ومرة في المساء قبل النوم مباشرة مع القاكبيرة عودتاني خلطوها مع كأس من الحليب او الياكورت بالنسبة الناس لما كي بغيوش يشربو الحليب نتأجل هاد الوصفة غادي تباليكم بعد مورو الأسبوع الأول إلى دوم توليها وطابق لها مع التغذية الصحية والمتنوعة والمتوازنة وخاص لها لنفسي احتياتكم استقرة بالنسبة الناس اللي عندهم أمراض مضمينة والحساسية وللمرأة الحامل خاصوا مستاشروا مع الطبيب ديالهم قبل ما يستعملوا والوصفات الطابعية إذا بغيتوا تعطيو هاد الوصفة لأطفال ديالكم يمكن لكم تعطيوها لهم غير دائما كتما كان نوصل الأطفال يعطيوهم غير نصف الكمية لكي ياخد الشخص البالغ هاد الوصفة قصلا حتى الاخوات اللي كيردعوه يمكن لهم يستعملوها فهي موفيدة بزاف ليوم وغادي زد اليوم في الحليب حتى بحال الوصفة دادو كيكونوا موفيدين وكيزيدو في الحليب ديال المرأة المرضع وهاد الوصفة مزيانة حتى الاخوات اللي بغاو يزيدو في الوزن ديالهم بشكل طبيعي وآمين وهذا هو الموضوع ديال الحلقة اليوم خصيصا هاد الوصفة للااخوات اللي بغاو زدو في الوزن ديالهم يساونو الجسم ديالهم بشكل طبيعي وآمين غير خاص ديما كيفما كنقول لكم المداومة على الوصفة خاص ما يكون عندك حتى شي مشكل صحي وخاص لحالة نفسية حتى يكون مستقرة وكونوا متأكدين باللي هاد الوصفة غادي سعطيكم نتيجة مية في المياه ورا هي مضمونة المهم اخواتي هاد الوصفة ديال اليوم كنتمنى تكون الاجاب ديالكم وإلى عجباتكم ما تنساوش تشتركوا في القناة ديالي ودعموني بلايك بالنسبة للأخوات لي ما زالوا مشتركوا وش كتمنى منهم مشتركوا ما تنساوش تفعلوا الجرس بشتوسطوا بكل ما هو جديد وإلى حلقة أخرى وإلى اللقاء